موسيقى حياكم الله مشاهدين الكرام إلى هذا اللقاء الخاص مع معالي وزير الإدارة المحلية رئيس لجنة اللغاثة في الحكومة اليمنية الأستاذ عبد الرقيب سيف فتح معالي وزير أهلا وسهلا بك في هذا اللقاء الخاص حياكم الله معالي وزير إذا بدأنا من الأرقام الأخيرة التي ظهرت بالنسبة لما يدور في اليمن من وضع كارثي كما تعلم أكثر من 20 مليون يمني بحاجة إلى ماسة للغذاء والدواء أكثر من 7 مليون يمني مهددين بالجوع وفقا للتقارير التي رفعتها الأمم المتحدة أين هي لينة اللغاثة؟ أين هي الحكومة مما يدور في اليمن في الداخل من هذا الوضع؟ شكرا شكرا جزيلا شكرا على اهتمام مقارنة بوقيس بالشأن اليمني وبالشأن الداخلي وأنا من المتابعين لهذه القناة في البداية هناك كارثة في اليمن كارثة تتسبب بها المخلوع حلفاء الحوثيين بشأن حرب ظالمة كما يقال دمرت الأخضر واليابس من المؤكد تعدادنا أخي العزيز 26 مليون اليوم كل إحصائيات المؤمن المتحدة تقول أنه 21 مليون بحاجة إلى رعاية غذائية متكاملة وفقا للمعايير الدولية هذا من 21 مليون يمثلوا كل الشعب الإيمني الآن لو تذكرت اعدادنا 26 مليون كما أوضحت 5 مليون ما يقارب موجودين في دول القوار وفي الشتات 21 مليون الموجودين في كل محافظات القمهورية من صعدة المهرة هم الآن وفقا لمعايير الدولية وليس لمعايير الحكومة الشرعية حتى لا يقال بأنه نبالغ في هذا الأمر 21 مليون بحاجة إلى رعاية متكاملة في القاربة المختلفة 14 مليون 700 بحاجة إلى رعاية صحية ما يقارب 7 ألف مريض معنا في موضوع أمراض الكلا ما يقارب 3600 وفقا لإحصائيات تقمعات أو مراكز زارعية الكلا بحاجة إلى رعاية بالإضافة إلى إشكاليات أمراض السرطان بالإضافة إلى إشكاليات التشتت والبعد القغرافي أخي العزيز نحن أكبر دولة مفرقين تقمعات سكانية 133 ألف تقمع سكاني داخل يمن تعرف أو أنت تدري كونك يمني الطبيعة القغرافية تشتت هؤلاء في وضع طبيعي يصبح من الصعوبة إيقاد خدمات متكاملة لهم تخطيط يصبح من الصعوبة إيقاد الخدمات ما بالك في حالة الحرب الكارثية التي حدثت فلذلك نحن في اللقنة العجية الغاثة كما بالهمثين للحكومة موجودين منذ بداية هذه المأساة منذ مارس نحن كنا عددنا وكان قرار رئيس القمهورية بأن يكون نائب رئيس القمهورية رئيس الوزراء رئيسا للقنة العلية للإغاثة وكل الوزراء أعضاء في اللقنة العلية للغاية نعم مع الوزير هذا هو خطوة جميلة منكم ومن الرئاسة الجمهورية أن تهتموا بهذا الملف لكن على أرض الواقع معه للوزير يعني الاجتماعات التصريحات لكن هناك نقص كبير وشديد في الداخل خاصة في المحافظات المحاصرة وأيضا المحافظات حتى المحررة التي تم تحريرها يبدو لم تكن لك الإغاثة بالقدر الكافي وتوفير الخدمة من المؤكد لكن أحب أن نشخص الموضوع موضوعيا نعم نحن حكومة تحملنا مسؤولية بدون سلطة معروف الإدارة بأن هناك ركنان رئيسيين السلطة والمسؤولية أو المسؤولية والسلطة نحن تحملنا المسؤولية والسلطات كلها منهوبة وزارة المالية بيد المخلوق حلفاء بنك المركزي بيد المخلوق حلفاء كل أجهزة تنفيذ المسؤولية بيد الإنقلابيين فلذلك أنا كنت أتمنى حتى من الفئات الإعلامية الفئات المثقفة أن تبدأ بتقديم نقد شديد جدا لمن نهيب السلطات وعجزه عن تقديم الخدمات لكن هذا لا يعفينا نحن تحملنا المسؤولية ونحن نقول لا يمكن نتخلى عن أبنائنا عن أهلنا عن نسائنا عن أطفالنا كما أوضحت دائما وأقول نحن الأمة الحقيقية لهذا الشعب وليس الأمة المزورة التي قبلت أن يتم شاق الطفل لكن الأمة الحقيقية قبلت أن يذهب الطفل الأمة المزورة لذلك نحن نؤكد بأننا نحن مسؤولين ونبذل كل ما نستطيع مبكرا كنا موجودين مع أهلنا في قبوتي في أول بداية الأزمة وكنا أول من أشرف على إيصال إغاثة طبعا أنا أقول كثير من الإغاثات لم تأتي من ميزانية الحكومة كونها أساسا غير موجودة كونها منهوبة كل ما عملنا نحن في اللقنة العليا للإغاثة أن ننادينا أشقاءنا أخ الأهلنا الأمم المتحدة لكي تذهب لتغيث هذا الشعب الذي تعرض لكارثة حاكم مدى استجابة الأمم المتحدة مع علي الوزير الملاحظ بأن الأمم المتحدة في كل البلدان لديها كوارث حاضرة وبقوة ولها مشاريع ملموسة والمعونة الغاثية تصل بشكل كبير لكن في اليمن يفتقر اليمنيين لشكل كبير ضياع وغياب يعني شفه كامل لمنظمات الإنسانية وأيضا الأمم المتحدة لدور فاعل حقيقي يلمس المواطن اليمني هناك قصور لأداء المتحدة وفقا لمهامها المحددة باتفاقية جنيف الرابعة والبرتوكول الأول والثاني الذي يلزم منظمات الأمم المتحدة أن تتواجد في أماكن النزاع لإنقاذ المدنيين هي لا تنقاذ المسلحين نحن نطالبها فقط بإنقاذ اليمنيين الموجودين في مناطق الصراع البرتوكول الثاني والبرتوكول الثالث من الاتفاقية الرابعة لجنيف تحدد أو تلزم الأمم المتحدة بشيئين التواجد في أماكن الصراع الثاني الإيضاح لأي قهة تمنعها عن أداء واقبتها أنا أؤكد بأن هناك قصور في أداء منظمات الأمم المتحدة ناتق لعدة اعتبارات حتى لا يقال بأنني أتهم منظمات الأمم المتحدة دائما في اعتبارات أمنية يتسبب بها المخلوع حلفاء الحوثيين كون مكاتب أمم المتحدة موجودة كلها في صنعاء الآن يفرض عليهم نوع من الإقامة القبرية داخل صنعاء وهذه مشكلة لا يعطوهم تصاريح الدخول يوجد نوع من التخويف الشديد لحركتهم للأسف الشديد حتى يمنوعهم أحيانا للتحرك في المحافظات التي يسيطر عليها وهذه إشكالها نحن يعانينا أخي العزيز بصورة كبيرة جدا بإيصال كثير من المساعدات وهنا أحب أن أشيد دعني بس أكمل أحب أن أشيد هنا بالهيئات الغاثية الأهل المنظمات الخيرية لأشقانا بالدول الخليج الذي تواجدوا معنا مبكرا منذ حصار عدن في البداية منذ حصار لاحق منذ حصار الظالع منذ حصار أبيان وأخيرا في حصار تعز المدينة التي فعلا هي مظلومة سنصل أستاذ عبد الرقيب معالي الوزير إلى هذه النقطة خاصة تعز هذه التي عليها أكثر من علامة استفهام فيما يخص الأمم المتحدة كما ذكرت هناك قيود كبيرة تفرضها الميليشيا وبسبب تواجد مكاتبها في أمانة العاصمة التي يسيطر عليها الإنقلابيين لكن في المقابل إذا ما نظرنا إلى النازحين اليمنين في جيبوتي وفي الصومان مثلا في جيبوتي وضعوا في أماكن لا تصلح للعيش معالي الوزير كما تعلم تبعد عن مركز العاصمة جيبوتي ما يقارب مئة وستين كيلو في صحراء غير مؤهلة يعني للحياة دعني 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 لك الصورة أنا ممكن معايش ماسات أهلنا وأبائنا وأطفالنا في قبوتي منذ اللحظات الأولى نعم كنت في أول زيارة أثناء بدأة النزوح إلى قبوتي مع وزير الخارجي السابق أول من ذهبنا لكي ننظم هذا الأمر نحن لا نستطيع أن نقبر أو نلزم أي دولة مستضيفة التي تحدد لنا أماكن تواقد الناس فيها هذا أمر سيادي لكن أقول أنا زرت مخيم أبوخ اللي يبعد اللي تحدث عنه مئتين وخمسة وستين كيلو عن العاصمة جيبوتي اليوم الوقت تغير في أبوخ آخر زيارة لي كانت من شهر نعم اليوم هناك مخيم فيه قدر من الرعاية فيه قدر من الأماكن القيدة فيه قدر من المطلبات الحياتية اليوم هناك مركز الملك سلمان يلعب بصورة رئيسية سيبني ثلاثمائة وحدة سكنية في هذا المخيم هذه الوحدة السكنية مقهزة وأنا أخاف أن النازحين يرفضوا العودية لمن بعد دخولهم هذا الأمر لا أحد يرفض اسمح لي أقول لك شيء من المؤكد أي إنسان يخرج من داره هو كما يقال يقل مقداره نعم وأي إنسان يخرج نازح مهما وفرت له من مطلبة الحياة سيظل هناك نقص لأنه خرج من وطنه وخرج من أهله وخرج من أسرته من المؤكد هنا قصور لكن أحب أن أطمناك وأنا هنا لأقول رسالة إعلامية عاشتها ميدانيا إن مخيم أبوخ أصبح اليوم غير مخيم أبوخ الذي كان في بداية 2015 اليوم هناك تقهيزات لا بأس بها قابلت النازحين واستقصيت مطلباتهم أصبحت المطلبات غير ما كانت في بداية الأزمة اليوم من يطلب قواز لكي يذهب إلى الخارج من يطلب إمكانية بسيطة مثل الغذاء وبعض الأدوية النوعية لكن أحب أن أقول وأنا طبعا ليس مع خروق اليومين إن شاء الله حتى من المحوظة إلى المحوظة معي وزير في هذا الجزء اللي ذكرت الوحدات السكنية اللي سيبنيها مركز الملك سلمان في مخيم أبوخ في جيبوت لماذا لا تكون مثلا هذه الوحدات السكنية في داخل اليمن أليس من الأجدر أن تبنى داخل اليمن في وطنهم في أرضهم من المؤكد وافق لمعايير العودة اللي تنظمها منظمة الهجرة الدولية لا يمكن أن نقبر أحد أن يعود إلا باختيارة الحر تدريك أن المحافظة المؤهلة هي محافظة عدل لا زل فيها قلاقة أمنية المواطن نحن عملنا استبيان وقلنا من يريد أن يعود مستعدي أن نتحمل نحن كحكومة عودته وبادرت الحكومة القطرية ومثل المستفية القطري في جيبوتي مشكورا بأن يتحمل كل نفقات العودة يعني الأخبار التي تحدثت معالي الوزير بأن هناك يعني من اللاجئين في جيبوتي يريدون العودة ولم يحصلوا وسائل نقلها يعطينا فرصة لك وضح المعلومة نحن عملنا إعلام في السفارة أنا كنت مشرف على هذا الأمر عملت إعلام في السفارة الزمن السفارة بانتروس المندوب إلى مخيم أبوخ لكي يقول أي مواطن يريد العودة بحيث يتحمل مسؤولية عودته إشكالية هي رئيسية أساسا فلذلك كل من وافقوا من خلال سفيرها في قطر كل وسائل العودة بالإضافة إلى أن 75 نسرة أرادت أن تنقل نفسها بنفسها من خلال ممكن أهلها معهم بعض القارب بالذات منطقة الذباب ومنطقة المخافة لذلك أنا أقول ستظل مشكلة النازحين إشكالية يعني ما حد ينكرها لكن الأمر الآن بهذا الظرف أعتقد أنه مخيم أبوخ أفضل ما كان في بداية 2015 وأنا أطمناك هذا الأمر وأوقف من خلالكم كل الشكر والتقدير لمؤسسة رحمة للمخوضية السامية لشؤون اللاقيين للقهود التي تبذل هذا على ما يرتبط بقبوتي لكن بالصومال أنا كنت من الذاهبين إلى الصومال في الشهر اللي فات لكن الإشكالية الرئيسية المعظم الناجحين موجودين في هرقيسة موجودين في مقديشو موجودين في بعض المحافظات قز من الصومال غير معترف به رسميا لا نستطيع أن نزور هرقيسة بحكم القانب الرسمي مقديشو فيها إشكالية أمنية الآن في منطقة خضراء داخل مقديشو لا يتواقض فيها السلكب الماسي أو الزيارين إلا في هذه المنطقة أنا لا أحب أن أذهب وأسببكم في فندوق أنا كنت أحب أن أذهب لكي نوزع مواد إغاثية لكي نشوف أهلنا الموجودين في المخوضية يعني لم تستطيعوا التنسيق معهم اسمح لي دعنا أكمل لو سماحت نحن التقينا بالنفوضية السامية لشؤون اللاقيين المركز الملك سلمان أطلقنا نداء لإغاثة أهلنا وأخواننا في مقديشو وفي كل محافظات الصومال الشقيق لبى مركز الملك سلمان هذا النداء وألزم فوضية السامية لشؤون اللاقيين بالتعامل مع المشكلة اليوم هناك مواد إغاثية وصلت إلى كثير من الأهل نادينا من خلال مكتبنا في اللقنة العليا المحافظة عدن بلقاءات عاقلة ولعقدنا مجموعة من اللقاءات ووفرنا ما يقارب أربعة ألف سلة غذائية هي في طريقها إن شاء الله إلى أخواننا في بعض محافظات مقديشو لكن أقول ستظل المعاناة موجودة مادام هناك حرب وهناك نزوح وستظل المهام عليكم مع الوزير أكبر نحن إن شاء الله مدى قبلنا نتحملها بإذن الله سنوفي بهب نعم مع الوزير دائما إذا عدنا إلى الوضع في الداخل كما تعلم أنت في إحدى المقابلة أعلنت عن تحالف يضم مركز الملك سلمان يضم جمعية الشيخ خليفة بن زايد الهلال الأحمر الإماراتي جمعية قطر العديد من الجمعيات تحددتم بأنكم ستقومون بهذا التحالف من أي تنفيذ يعني الإغاثة في اليمن بشكل مرتب وقوي هذا التحالف منذ إعلانكم حتى اللحظة لم نسمع ما الذي قدمتمه في الداخل لا نحن ممكن لم نقوم بحملة إعلامية لقيام المسمى والإسم الصحيح مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية للشعب اليمني المقدمة من دول خليق هذا المكتب أعلن في أعتقد منذ ثلاثة أشهر نحن الآن اجتمعنا ثلاثة اجتماعات أطلقنا خطة إغاثة بإسم مجلس التعاون الخليقي للشعب اليمني هذه الخطة مكونها الرئيسي ما يقال ب مليار وثمانمائة مليون دولار بدأنا الآن بالإقراءات التنفيذية تدرك أنه من أجل أن توحد بعض القهود لبعض المنظمات اللغاثية سواء كان الأهلة والجمعية الأخيرية ببوتقة واحدة من المهمية كل واحد يحب أن يشتغل بصورة مستقلة لكن أنا أقول لقينا تعاون كبير من أشقانا في الأهلة الأحمر الإماراتي السعودي كل الأهلة بالإضافة إلى الجمعية الجمعية العلية للغاثة الكويتية اليوم آخر اللقاء كان في هذا الشهر يوم 11 اتفقنا على آليات معينة هناك الآن ما يقارب رصد من قبل مركز الملك سلمان 26 مليون دولار وهذا إعلان لأول مرة نقوله عبر قناة بلقيس 26 مليون دولار للوضع الصحي 15 مليون للتقهيزات موجهة قز منها لمحافظة تعز والبيضاء ولاحق وعدن ومارب والقوف 11 مليون مرصودة لمعالقة القرحة أيضا الهلال الأحمر الإماراتي التزم بمعالقة موضوع الطاقة على مستوى ووضع دراسة على مستوى القمهورية ومعالقة العاقلة لموضوع الطاقة في محافظة عدن إشكالية كبيرة أيضا موجودة فيما يتعلق بمحافظة البيضاء وهي المحافظة المنسية نعم أنا أسميها دائما وأعترف بأننا ننساها برغم أنه أول من قاومة بعد دماء ممكن كانت البيضاء ماذا مع الوزير البيضاء ليست في حسابات ولا في أولويات الحكومة ولا الإغاثة حتى هي أشكالية البيضاء منذ البداية لم يكن فيها مؤسسة حكومية فاعلة إحنا مشكلتنا في اليمن بأنه أجلسة الحكومة لم تكن تعمل بصورة فاعلة في معظم المحافظات التي وضعها طبيعي ما بالك في المحافظات التي وضعها القغراف صعب مشكلة البيضاء أيضا منظمة المجتمع المدني لا توجد فيها بصورة فاعلة مشكلة البيضاء هناك تواجد مسلح كبير للمعسكرات كم من المنطقة الحدودية فهذه كلها كانت معيقات اليوم نلتقى بالمحافظة أكثر مرة بدأنا بتشكيل ائتلاف غاثي لأبناء البيضاء بدأنا بإيقاد من خلال برنامج الغذاء العالمي نحن أخي العزيز نحاول بصورة مباشرة أن ننفذ أعمال ومن خلال شركاءنا في الأمم المتحدة وهنا يحب أن نوقع لهم الشكر نحن عندما ننقض منظمة الأمم المتحدة لا ننقضها بموقف محدد لكن نحن نقول كما أوضعت في بداية مقابلتك أن الإشكالية الإنسانية في الإمان كبيرة هناك محافظات محاصرة وسنتحدث عنها إن شاء الله بالتفصيل وهناك قصور الأمم المتحدة أنا أقول بصورة واضحة لم تقوم بمهامها وفي قبل ما تم في أفغان الإنسان لم تستخدم كل طاقتها رغم أنه خادم الحرمين الشريفين في مارس في بداية الأزمة خصص 274 مليون دولار لهذه المنظمات أين ذهبت هذه الأموال أنا أقول من خلالكم لحد الآن لم يتم الاستفادة منها هي موجودة في مركز عدم إيصال هذه المعاولات المبلغ هذا أرصد وأعطي مركز الملك سلمان لكي يقوم بالإشراف والإدارة عليه مركز الملك سلمان وقع عقود ل 66 مشروع مع هذه المنظمات للأسف الشديد لحد الآن لم يتم الاستفادة من هذا المبلغ رقم موجوده قاهز إلا بحدوث 30% نعم الوزير في هذا النقطة وهذا اليوزئية بالتحديدا الكثير يتحدث بأن للأسف اللجنة وأيضا الحكومة غير قادرين على استيعاب هذه المنح الإغاثية بمعنى آخر الكثير مثلا المركز الملك سلمان كما ذكرت هذا الرقم الكبير الآن 265 تقريبا مليون دولار وغيرها من المنظمات الإغاثية التي تعمل في اليمن حجيهم بأن الحكومة بأن اللجنة لم ترفع لهم كشوفات وخطابات رسمية ترشد الآلية التي يتم عن طريقها إيصارها إلى الداخل أنا أعتقد دائما الأشياء البسيطة جدا وأعتقد أخي العزيز عايشة أن نفهم مهام اللجنة العليا للغاثة نحن أولا نحب أن نوضح للمواطن وكل من نحاول أن يتهم ومن حقه أن يتهم أحيانا لكن يجب أن يفهم مهام اللجنة العليا للغاثة أنا أعلن وبصوة وعلى مسؤوليتي بأن اللجنة العليا ليست لديها مخازن تستلم بها إغاثات اللجنة العليا ليست لديها حسابات تستلم بها مبالغ كل ما نعمل نحن نقدم بيانات نكتب الخطابات هذا التحدثت عنها ونقول للجهات الغاثية اذهبوا أنتم نفذوا بآليتكم نحن دورنا متابعة وتقييم لا نستلم لا نخزن مطلقا لذلك قضية الاستعاب نعم هذه الادعاءات معالي الوزير التي تقول بأن هناك عدم وجود آلية من قبل الحكومة الرسمية أو تباطوا في رفع هذه الآليات من أجل تنفيذ أعتقد أن هذا غير صحيح نحن أعددنا برنامج إغاثي بتكلفة مليار واربعمائة مليون قدمنا للجهات الإغاثية بصورة كلية لدينا الآن ممكن نحن في حالة اجتماعات مستمرة سواء على مستوى الرياضة أو على مستوى عدن لدينا مكتب في عدن يعمل لكن أقول نتيجة للأزمة نتيجة العدم موجود موازنة لدى الحكومة نتيجة العدم موجود إمكانية مالية سيظل هناك بصور أنا أعترف وأقول من الكارثة كبيرة نعم مركزكم اللي فتحتوا في عدن معالي الوزير يعني ما هي الأخدمات التي قدمتمها ما هي المعونات التي بدأتم يعني توزعونها عن طريقكم في عدن الكثير يتحدث الآن حتى بعضهم الإغاثة التي تصل عن طريق الأمم المتحدة إلى صنعاء وتتحكم بها الميليشيا وللأسف الشديد معالي الوزير هذه المعونات تباع يعني لا تصل حتى للمستحقين دعنا أحكي لك وقاعة عملية حول موضوع البيع بالذات أنا ممكن أن أكون في فساد بالذات في المحافظات التي فيها سيطرة كاملة من قوى الإنقلابية أخي العزيز 28 باخرة دخلت وأنا استغرب أن الأعلم لو ركز على هذا الأمر 28 باخرة دخلت من قبل منظمة المتحدة إلى ميناء الحديدة كنت أتمنى أن تذهب إلى عمران وإلى صعدة لكن للأسف الشديد ذهبت مقهود حربي للميليشيا المسلحة قضية البيع أنا أقول أحيانا بالذات 2015 حدث فيها قدر كبير من العشوائية موضوع الإغاثة المواطن أحيانا يتم التوزيع له أكثر من مرة في المقابل الناس لا يسألهم أي في بعض المقابل لذلك أنا أعلنت ممكن بأكثر من مقابلة بأن 2016 سيكون إن شاء الله عام الإغاثة المبنية على بيانات معلومات لذلك مكتبنا في عدم بدأ الآن بتنفيذ هذه المهمة من خلال توزيع استمارات على كل المحافظات نحن وزعنا على 22 محافظة وقلنا مطلوب احتياجاتكم لمدة الثلاثة الأشهر الأولى بحيث نبني على ضوءها أو ننادي أو نناشي المنظمات لكي تذهب إليكم تلقينا الآن خلال 15 يوم استمارة قاهزة ل11 محافظة ونتابقية المحافظات مكتبنا يلعب دور كبير في التنسيق لو تذكرت في البدايات رفع الحصار عن تعز كان مكتب الإغاثة اللقنة العليا للإغاثة في عدن أول من أرسل 85 ألف سلة غذائية طبعا ليس عبرنا ولكن عبر مركز الملك سلمان أرسلنا عبر الهلال أحمال إماراتي 50 ألف سلة غذائية ممكن خلال 48 ساعة دخلت تعز معالي وزير حتى اسمح لي عبد الشرع فيما يخص عبد الشرع سنتكلم في هذا الملف بشكل أكثر إسهابا معالي وزير آليتكم للتعامل مع المنظمات العاملة في الداخل كيف هي الآلية التي يصرف المعونات الإغاثية كيف هي الآلية التي يتعامل بها منهم في الداخل لإيصال المعونات للمستحقين في الداخل نحن عملنا التالي عشان نضبط هذه العملية بصورة رئيسية اشتكوا القضية واضحة دعينا كل المحافظات 22 المحافظة بأن نشكل لقان إغاثية يرأسها المحافظ المدني القطاع الخاص لم نكتفي بهذا الأمر ولكن نشدنا كل المحافظات بأن تكون شريكة معنا لذلك نحن أحيانا أن نتوقه للمحافظات وأنقود هنا بعض المحافظين الذين يتعاملوا مع الموضوع بصورة حزبية مثل بعض المحافظين المعينين من قبل القوى الإنقلابية وتعاملنا معهم ولا من قانب إنساني وقلنا نحن مسؤولين من حيث القانب الإنساني عن كل مواطن يعني بأي مكان بعض المحافظين استقابوا والبعض الآخر تعاملوا مع القضية بقضية حزبية إذا فاتت المشكلة معنا الوزير في هؤلاء المحافظين أو حتى منهم في المحافظة المحررة لماذا لا يتم التعامل مباشرة مع المنظمات الفاعلة في الميدان وهم أكثر دراية لو دعيتنا وأكمل كنس أوصل لهذه المقطة لذلك أي محافظة لم يتعامل معنا المحافظ بدأنا بدعاة أبناها لتشكيل القمعيات الغاثية وتعاملنا مع القمعيات الغاثية القائمة الآن وشكلنا اتلافات اليوم هناك اتلاف افتهامة موجودة على مستوى الأربع المحافظات هناك اتلاف اليوم قائم في القوف هناك اتلاف إن شاء الله نسعى إلى تأسيسه في مارب المنظمات المجتمعية المنظمات المجتمع المدني أي قهة تحب أن تعمل في الأعمال الغاثي وفقا لمقائس دولية وفقا لمقائس الحيادية نحن على السعداد وعلنها من خلالكم للتعاون معها بل بتسهيل مهامها أيضا معالي الوزير تكرم الآن نذهب لفاصل قصير ومن ثم نكمل الحديث مشاهدين الكرام فاصل قصير بعد الفاصل نكمل هذا اللقاء الخاص مع معالي وزير الإدارة المحلي رئيس لجنة الإغاثة في اليمن الأستاذ عبد الرقيب سيف فتح ولكن بعد فاصل قصير تكرموا البقاء معنا حياكم الله ومشاهدين الكرام من جديد في هذا اللقاء الخاص مع معالي وزير الإدارة المحلية رئيس لجنة الإغاثة الأستاذ عبد الرقيب سيف فتح أستاذ عدنا لك من جديد إذا انتقلنا إلى النقطة الأخرى كنا نتحدث قبل الفاصل حول الآلية التي تستخدمونها ويعني الشراكة مع من هم فاعلين في الميدان سوى المنظمة العاملة إغاثيا أو التي تعمل في جانب الصحي أو ما شبه ذلك معالي وزير إذا بدأنا في ملف تعز هذا الملف الشائك وأكثر من علامة استفام على محافظة تعز هناك حصار خانق من قبل ميليشيا الحوثي هناك احتياج كبير للمواد الطبية الإغاثية لهذه المدينة لماذا تعز تعاني كل هذا المعاناة ونجد لا نسمي عدم اهتمام ولكن هناك تقصير كبير من قبل لجنة الإغاثة والحكومة لما يدور في تعز أنا أشكراك على اهتمامك بتاعز تعز تدفع ثمن رسالتها للأسف الشديد يعني من قبل المخلوع وحلفاء الحوثيين تعز كما تدرك خرقت في 2011 وصنعت ثورة اليوم تحارب من أجل أن تصنع دولة نعم إشكالية تعز إشكالية سكانية 4 مليون مائتين ألف موجودين على حدود 400 ألف مساحة سكانية كل 400 موجودين في ألف في كله كلمة مربع إشكالية كبيرة نحن بالنسبة نعاني منها كلقناة عليا للإغاثة بالإضافة إلى أن هناك حصار منظم على محافظة تعز الأربع المنافذ الرئيسية لمحافظة تعز الآن مغلقة نحن نحاول كل قهدنا أو كل القهد التي تفضل من قبل منظمات منظمات الأشقاء في دول الخليق أو منظمات الدولية هي عبارة عن طرق التفافية والأسف أقول عبر التهريب الأسف الشديد المخلوع وحلفاء الحوثيين يتعاملوا مع تعز أكثر ما تعامل الصهاينة مع غزة هناك رصد لو أنا في كان إمكانية أعطيك صور الآن لنوعية الألغام التي وقدناها داخل محافظة تعز هناك تلوين للألغام مع التربة الموجودة فيها يعني مثل الحرباء الحرباء تتلون عشان تعيش وهذا الملون الألغام لنقتل الناس هناك مشكلة حقد غير عادي على محافظة تعز وأقولها هنا ليس لأنني من تعز ولكن هذا هو الواقع أنا أستطيع أن أقول بذلنا ما نستطيع من قهد لمحافظة تعز أوصلنا أدوية إلى داخل المحافظة عبر الحمير والقمال تلك الحمير والقمال كانت تنقل الأدوية وأستوانات الأكسيجين من منطقة النشم أكنا نشتري أستوانات الأكسيجين من داخل عدم بعشرين دولار وندخلها إلى تعز بما يقارب مئة وخمسين دولار نتيجة التكلفة العالية لذلك نحن بذلنا قهد فيما يتعلق بمحافظة تعز سواء غذائيا أو دوائيا واتبعنا مجموعة أساليب ممكن تدركونها للوصول إلى هذه المحافظة اليوم ما يتعلق في إيصال هذه الخدمات وخصوصا ما يتعلق بجرحة تعز سنتحدث سنتحدث بهذا الموضوع سنتحدث عن جرحة لكن أقول هناك كثير من الإغاثة وصلت إلى تعز هناك كسر حصار تام بإنزال قوي وأرجو أن يكون الأشياء الليقابية تذكر والأشياء السلبية أيضا تذكر حتى لا نغفل حق الشكر لكثير من شركاء نحن نقدر نقدر جهودكم نقدر ما تقدمونهم على الوزير وعلى أيضا الملك سلمان أوصل من خلال إنزال قوي في منطقة العروس في صبر كمية أدوية أعتقد عملت على تغطية القدر الكبير من احتياجات المستشفيات في تعز بالإضافة إلى جمعية السبوة الخيرية وهنا أقدم كل الشكر والتقدير للشيخ عبد العيز بن قاسم الذي لعب دور كبير في إيصال كثير من الغاثة لجمعية قطرة الخيرية لإحلاء الأحمال الإماراتي لإحلاء الأحمال قطري لكل من بادر وساهم بإنقاذ محافظة تعز رغم المأساة نعم معادي الوزير عندما تم فك الحصار عن تعز وكان الخط مفتوح واستمر لما يقارب أكثر من 12 إلى 13 يوم هذا المدة الزمنية لماذا لم تستغلوها في ذلك الوقت لإدخال الكثير من المعاونة الغاثية لا أخي بشير أنا مؤكد أنتم من المتابعين بصورة قيدة إلى هذا الأمر نحن عملنا غرفة عمليات خلال هذه العشر الأيام ولو أنها ما يشعر الأيام هي ما يقارب أربع أيام فعلية بعدها بدأت المعارك لعادة الحصار نحن شكلنا غرفة عمليات في الرياض غرفة عمليات في صنعاء وبدأنا بتحريك قوافل سميناها قوافل النصر هذه القوافل الأول مرة انطلقت من داخل عدن ووصلت إلى المضفر ووصلت إلى المديرية القاهرة المحاصرة 120 ألف سلة الدفعة الأولى كانت 85 ألف كما أوضح والدفعة الثانية كانت 40 ألف مركز الملك سلمان بادر وأرسل 100 ألف بعدها الهلال أحمال إماراتي قام بشراء من داخل مدينة تعز 50 ألف سلة غذائية قمعية قطاء الخيرية أرسلت عدد من الهلال الأحمر الإيب القطري أرسل تجهيزات وأدوية جمعية العليا للغاثة الكويتية أرسلت عدة قوافل أنا أعتقد وأقولها وعلى مسؤوليتي وأنا مطمئن ضميري أنه بخلال أنا أعتبرها تنين 70 ساعة كانت العملية قدرنا أن ندخل المحافظة تعز كمية كبيرة جدا من الأدوية وهنا أيضا منظمة الصحة العالمية بعد فك الحصار مباشرة تم إدخال 50 طن أدوية نوعية للمستشفيات أعتقد لو وتيهت لنا الفلوصة بوقت إضافية كنا قدرنا أن نغطي احتياجات الثلاثة المديريات الرئيسية التي فعلا كانت تعاني بصورة كبيرة في الوقت الحالي معاني الوزير الكثير يتحدث منهم عاملين في الميدان في الليجانة الإغاثية والعاملين في هذا الحقل يقولون بأنهم مستعدون إذا ما توفرت أي معاونة غذائية بإدخالها ولو بطرق صعبة سيدخلونها إلى محافظة تعز إذن لماذا لا توفر لهم وهم يتكفرون بنقلها لا هو الآن وكيف تعيش الآن كيف تعي لو لا هذه القهود لكانوا الآن الموت والأمراض موجودة في كل شهر تعيز هي قهود مضنية قهود فيها صعوبة جدا تبذل يعني المضع الطبيعي أنه القانب الإنساني يكون في حالة مراعاة من كل أطراف النزاع لكن للأسف الشديد بعد فك الحصار المؤقت نحن عدنا إلى الأساليب الأخرى عبر مشرعة وحدنان عبر كثير من الطلاقة الالتفافية عبر مداخل تأتي من المخلاف بإيصال كثير من الإعانات الغاثية وانت تدريك أحيانا لما يكون وضع مسيطرة عليها الميليشية المسلحة اليوم بالأمس حقزوا 11 قاطرة أدوية غسية الكلا قادمة من الحديدة حقزها المسلحين في بيرباشة أيضا في حقز لكثير من المواد الغاثية لازالت هناك 250 قاطرة محبوزة وقود تم تصرف بها تم إرسالها من قبل برنامج الغذاء العالمي عبر منفذ الحوبان فلذلك القهد لا زال مستمر بالذات لتعز والبيضاء البيضاء ندخل لها عبر يافع أنت ممكن بحكم أنه وزير دارة محلية أعرف بعض المداخل نصل إليها عبر يافع نصل إليها عبر كثير من الوسائل التهريبية والأسف الشديد عبر مأرب لكن هذه القهود كما أوضحت مرارا الميليشيا تستخدم كل الأسالب لمنع دخول أي معونات إغاثية موقف المجتمع الدولي الأمم المتحدة منظمات حقوق الإنسان في العالم أمام هذه التصرفات من قبل الميليشيا لماذا لا تمارس أي ضغوطة على الأقل بإدخال المعونات الإغاثية للناس التي تموت هذا هو الأمر الأخلاقي الذي ندائما أنقوده وأنا أحب أن نوقعه من خلال قناة بلقيس نداء إنساني لمنظمات الأمم المتحدة بأن تتعامل بإيجابية بإدانة واضحة ببيانة واضحة لكل من يعيق حتى لو كانت الحكومة الشرعية أنا أقول الحياة بهذا الأمر أمر مسيء مارثل لوتركين قال هناك مساحة في جهنم محددة لمن يقف مواقف حيادية أثناء المواقف الإخلاقية يجب أن يكون هناك إدانة واضحة لمن يعيق إيصال الدواء لمن يعيق الآن حياة إنسان لا يستطيع أن يحصل على غسيل الكلا ممكن أن تعرض الموت أطفال لم يحصلوا على أكسيجين في تعز ماتوا لذلك أنا أطالب من خلالكم أن يكون هناك إدانة واضحة إذا كنا نحن في اللقنة العغاثية الممثلة الحكومة الشرعية ولدينا تعليمات من الرئيس عبد الرب منصور هادب أن نبذل كل القهد وأن نتواصل مع جميع القهات لكن للأسف الشديد أنا أقول ومن خلالك هناك قصور لتحديد المسؤول عن إعاقات اللغاثة الإنسانية وما يحدث الآن في الكويت نعم أي ما يحدث لو ربطنا ما يحدث الآن في الكويت هل هناك يعني الليلة المفاوضة يعني أي ضغوط تمارس على ميليشيا الحوتي بالسماح للمعونات الغاثية في الدخول أنا أحب أن أؤكد لو لم يعمل مشاورات الكويت أي عمل يكفي أنهم فضحوا أن هذه الميليشيا والمقلوع العبد الله صالح لا يمتلكون قدرا من الإنسانية كان يفترض مع بداية المشاورات أن يكون هناك قد من الاستشعار من المسؤولية المجتمعية من هذه الميليشيات وأن تتيح الفرصة بدون شروط وبدون أيضا ضغوطات لأن تبدأ قوافع الإغاثة تتحرك المحافظات المحاصرة بل أن تذهب الإغاثة إلى صعدة صعدة اليوم تعاني من حرمان عمران تعاني من حرمان لذلك إتاحة الفرصة كان يفترض أول البشار الإيقابية التي تؤكد تؤكد الميليشيات الإنقلابية أنهم يمتلكون قدر من الإنسانية لكن للأسف الشديد ومشاورات الكويت حتى هذه القيمة الإنسانية فضحوا فيها نعم معاني الوزير حتى نغلق هذا الملف فيما يخص المعاونات الإغاثية والأدوية والمواد الطبية كما تعلم الحديدة هناك معاناة كبيرة جدا في محافظة الحديدة هناك الأمراض الأوبئة تنتشر بشكل كبير حمضة المكرفس وغيرها من الأمراض التي تنتشر في هذه المحافظة وبعض المحافظات أيضا في بعض الأماكن في محافظة حجة يعني ما الذي ستقدمون لهؤلاء الناس للأسف الشديد محافظة حجة محافظة الحديدة بالذات تقعت عن سيطرات الميليشيات الإنقلابية وكان يفترض أن ينسيشعروا مسؤوليتهم يا أخي حتى قوى الاحتلال وفقا لمعائر دولية هي المسؤولة عن حياة الناس محافظة الحديدة فيها ميناء وفيها مطار ولو أن المطار لا يعمل لكن هذه الميناء الآن كل البواخر تصل عبرها أنا أستغرب أن الناس لا توقع النقد لهذه الميليشيات التي تمنع أكبر المحافظة فقرا اليوم في الحديدة هناك استغاثة حل حمضناك يفترض أن محافظة الحديدة هي المولة تقاريا حتى للميليشيات المسلحة تصل المعولة إلى هذه المحافظة ولا يلعي المصير الحديدة محروة منها سنة الآن سنة كاملة والحديدة بدون كهرباء والمازوث موجود في الغاطس كما يقال كل الكلفة هي أربعة مليون مائتين ألف دولار لكي نحل مشكية الكهرباء في الحديدة هناك تهديد معاني الوزير بإغلاق المستشفيات وعدم استطبال أي مرضا من يقوم عليكم كإعلامين أنتم على القهة المسيطرة أنا أقول لفق المعايير العالمية القهة التي تتحكم في أي مساحة جغرافية هي المسؤولة عن غاثة الناس وليس حكوة موجودة لا تمتلك أي سلطات لذلك هذه الميليشية المسلحة تتحمل كاملة المسؤولية التي تعاني منها محافظة الحديدة نحن الآن تحملنا مسؤولية كما قلت في البداية وهناك برنامج متكامل سيقار ويوقع عليه من قبل الأخ وزير الصحة لمواقهة حمى الضنك مستشفى الثورة في الحديدة داخل ضمن خطتنا للأسف معالي الوزير فيما يخص وزير الصحة وننتقل بالمناسبة ذكرت وزير الصحة ننتقل إلى ملف الجرحة وهو ملفنا الأخير في هذا الحوار ملف الجرحة شائك وكبير جدا معالي الوزير كما تعلم الآن الجرحة تعفنت جرحهم في تعز في البيضاء في محافظة الضالع في مريس في عديد من جفهة القتال وللأسف الشديد لا حياة لمن تنادي لماذا الجرحة يعاملون بهذه الطريقة معالي الوزير لا حياة لمن توادي لمن يعني لا نجد أي جهود كبيرة بالنسبة للحكومة أو حتى اللينة الإغاثة بحي بقول لك الحكومة أنا سوضح التالي ليس دفاعا عن اللقن على الإغاثة أو الحكومة منذ البداية نحن وضعنا خطة لإعلاج القرحة وأرسلات أول 265 قريح من محاطات عدين الأردن تحملت الحكومة كامل التكاليف في مرحلة أولى الآن الكثير منهم يشكون بحي 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 طبعا الشكوى تظل موضودة أنا أحب أن يكون الموضوع إثارة الشيء الإيقابي والنقض بالتاقي الآن أربعة ألف قريح لحد الآن تم معالقتهم أتبعنا التالي في موضوع أنت تدريك أنه العلاق في الخارج مكلف بصورة كبيرة جدا ونحن كما أوضحت ليس يدينا ميزانية أتبعنا التقاهي الرئيسيين العلاق في الخارج لا زال قائمة رغم الصعوبات التقهيزات للمستشفيات وإيقاد فرق طبية في الداخل عملنا التالي تعاقد مركز الملك سلمان مع أربعة مستشفيات داخل المحافظة عدن ودفع لكل مستشفى ثلاثمائة ألف دولار كدفع مقدمة لعلاق القرحة سواء من كل المحافظات من البيضاء من تاعز من يشرف على هذه المستشفيات لتنفيذ المطالب التي يوجهها مركز الملك سلمان هناك وقود موقعة بين المركز بشروط معين نحن في اللقنة العليا المتابع وزارة الصحة المتابع السلطات المحلية التي أرجو أن يوجه لها الآن خطاب إعلامي واضح يجب أن تتحمل مسؤوليتها كونها موجودة في الميدان مكاتب الصحة في المحافظات اليوم سيتم التوقيع مع مستشفى البريهي في تاعز بالإضافة إلى مستشفى أعتقد الصفوة أو الروضة التي تم التوقيع معه لكي نكون قريبين من قرحان الموجودين في تاعز وأنا أؤكد أن من بذل دمه لا نستطيع إلا أن نقدم له كل الخدمات ونحس بالتقصير مهما كان معالي وزير فيما يخص الجرحة كما تعلم العديد من جرحة من أبناء محافظة تاعز من عدن بعد أن أصبحوا لا أحد يقدموا أي خدمات في مستشفى وعلى أسف الشيء أنا بصراحة أستغرب حتى هذه العودة رغم المعاناة السابقة التي كانت موجودة أولا بداية الأمور تم فرق الأخوة قرروا العودة وهم الآن في مستشفى خليفة نحن نتعاون معهم أعيد تشكيل اللقنة من قبل آخر المحافظ وبدأت الآن بفحص الملفات أقول مركز الملك سلمان قاهز لإرسال 226 حسب الاتفاق مع المركز من جرحة تعز إلى السودان والهند للمعالقة لمن يتطلب كل الموضوع ناحث متى سينفذ هذا الآن متى ما أنقذت اللقنة العليا ملفاتهم وفقا للمعايير الصحية متى طيب الآن الآن المتبط أي لحظة يقولوا الأخوة في اللقنة العليا ملفات مئة قريح قاهزة مركز الملك سلمان أنتم في اللقنة العليا معالي الوزير لا لا لنسأل يعني لا لا لنسى دور دور محلي دور محلي على اللقنة المحلي يعني هناك قصور من منهم في البيدان في اللقنة المحلية وأكد أنا نقود هنا اللقنة اللقنة الصحية التي تعدت تشكيلها في محافظة تعز قصرت في تقديم تقارير يعني بعد الفحص أرسلوا 345 الملف في المركز الملك سلمان أتضح أن هناك ملفات قد تم معلقة قرحها وأتضح أن هناك ملفات لا تستحق أن تذهب كسور ممكن تعالق داخل محافظة تعز أو داخل محافظة عدن لذلك هم معالي الوزير اسمح لي هم معالي الوزير يعني يتهم الحكومة واللينا بعدم يعني 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 نحن لا نريد أن تضيع مسألة القرحة وفق اتهامات مننا أو منهم نعم نحن مسؤولين كوزراء وكحكومة عن أي قريح مهما كان لكن أقول دعهم يدينونا يرموا الكرة في ملعبنا يرسلوا الملفات بصورة واضحة ونحن سيتحمل مركز الملك سلمان ومستعد أن يرسل الطائرة خاصة إلى مطار عدل لكي تنقل هؤلاء القرحة ينقذوا التقارير ويتركوا التقصير إذن هي دعوة معالي الوزير لكل العاملين في الميدان برفع تقارير والكشفات وأنتم ستتولون المهمة يرموا الكرة للملعبنا حتى يتهمونا بعدها وهذا يعتبر التصريح منك مؤكد معالي الوزير سأقول لك بعض يعني معاناة الجرحة مثلا في تعز مثلا الأخت حياة الذبحانية ناشطة في هذا المجال وتكتب أمس في صفحة كفرت بالحكومة كفرت بالمنظمات الإغاثية والإنسانية كفرت بلينة الإغاثة وآمنت بفاعلية الخير لإنقاذ هؤلاء كيف تعلق على المجال؟ أنا أقول أنا مع حياة الذبحاني فكل ما تقول والموجود في الميدان هو يعاني مؤكد يعني أنا أقول أي قريح يتألم وفي ضغط من أسرته ومن أهله يكفي أنه قدم دمه فلذلك كل ما تقول أنا معها لكن برضو قضية الكفر هي محرمة أساسا لا أجل أن نكفر أو نيأس عندما ترى هو من حلقة ما ترى يعني تعطفنا اتراحهم مع الوزير ولا حياته المنتهى في هذه المأساة في ظلم اللي شيء مسلحة لا يس لديها معايير إنسانية على كل مكونات المجتمع المدني وأنا نحب أن نقدم كل الشك والتقديل للقطاع الخاص في محافظة تعز الذي أسهم ليس فقط أخي العزيز في موضوع القرحة في دور الآن لا يشكر في القطاع الخاص بتاعز قدم في مقال الإغاثة في مقال إيصال المياه في مقال الصمات الأكسيجين دور فاعل فلذلك ومن خلالكم أدعو من يستطيع أن يرسل أو يعالج أو يدفع قيمة علاج أو فاتورة علاج أن يبدأ الآن قاد دور الناس نعم معاً للوزير جزئية مهمة جداً الكثير يتحدث قبل الفترة سابقة بأن مركز الملكس كان مستعد لعلاج ما يقرب خمسة ألف جريح من حالتهم يعني تحتاج إلى جراحة والسفر إلى خارج بالإضافة إلى هناك الأتراك أبدو استعداد يعني أبدو استعداد كبير بأنهم سيستقبلون حالة من يعني لمعالجة حالات مرضية حريجة مثلاً في السودان في قطر في العديد من الدول وهناك يعني يعني اسمح لي معاً للوزير يعني يقولون بأنه عدم وجود خطاب رسمي وكشوفات رسمية أنا أرجو أنتم قناة تنال ثقات واحترام الناس نحن نتساءل لنرى الإجابة الصحيحة أنا حررت أكثر من رسالة الإشكالية مع أخوان الأتراك مع كل الإحترام بالتقدير خصصوا مئة منحة كان موقع معها مع وزارة الصحة هذه الآن قد أرسل عديد من الأمراض للاستفادة من هذه المنح المستشفيات الميدانية طالبنا لكن لحد الآن هناك نوايا حسنة لكن موضوع تنفيذ وإيقات مستشفيات الميدانية فيها قدر كبير من الصعوبة نحن لا نطالب الآن إلا بتجهيز المستشفيات القائمة وإرسال فرق طبية مركز الملك سلمان أبدأ استعداد لكن مش بهذا الرقم اللي طرحته أنت ولكن عنده استعداد لأن يعالق وقد عالق يعني ما عشل اللي يعالق هو عالق عدد كبير في الأردن الآن تعاقد مع مدينة مروي في السودان وأرسل مجموعة من الأمراض الموجودين في الرياض لدي استعداد أن يرسل عدد من جرحة عز كما أوضح 226 مريض يقوم بدهر كبير جدا لا نقد إلا أنه قد يكون أملنا معالي الوزير أن تسارعوا في هذه الجرحة يعني يموتون الجرحة يعني تتعفى نيساتهم تقطع طرقهم أنا واصل أنا معك معالي الوزير في نقطة أيضا مهمة لجرحة محافظة الضالح هناك يعني يبحثون في محافظة الضالح حتى مراكز بدائية لأنها توفير أدنى الختمات لعملية جراحية هناك الكثير توتر أطرافهم بسبب عدم وجود أي مراكز للسقبل الحالة أنا أعتقد المبالغة في الشكوى المبالغة في الشكوى أحيانا يقب أن تتسم بالموضوعية محافظة الضالح مرتبطة بصورة مباشرة بمحافظة عدن ما أعتقد ساعتين وهم في عدن أو ساعة ونوص وهم موجودين في عدن في تواصل كبير المحافظة يبدو القهد من قبلنا نبذل قهد تجهيزات وصلت إلى محافظة الضالح من خلال عديد من المنظمات لكن ليس بهذا الوضع ليس بهذا السيء بهذا السوء الأمر أنا أقول لا زالت هناك معارك في مريز في قاطبة تنتق مشاكل تنتق جرحة لذلك الخدمات الصحية هي منذ البداية من تدهوره نحن نبذل ولذلك للأسف الشديد كل قهدنا هو معتمد على المعونات وعلى أشقان في الدول الخليق أنا أقدم لهم كل الشكوى التقديع على ما يبذلوه وستيظل هذا الملف محل شكوى ما دامت هناك حرب نعم معاني الوزير الكثير يتحدث يعني يقول إذا ما نجحت الحكومة ونجحت لجنة الإغاثة في تقديم الدعم يعني لليمنيين كيف يمكن أن نثق بالحكومة كيف يمكن أن نثق بأنها ستقود البلد لأبر الأمان وجرحانة يعني لا زالوا يعني يبحثون عن من يعالجه ومن يضحون بكل ما يملكون الأمان ونحن في الداخل نبحث عن لقمة العيش لا أحب أن نطلق ثقاء لأي مسؤول بصورة عمية أنا دائما أدعو أن الرقابة الشعبية تظل قائمة لكن موضوع الثقة يكفينا إلى الآن نحن حملنا رسالة وخرجنا مهاجرين برسالة الدول المدنية الحديثة يكفينا أن أول موتيحة لنا فرصة تواجدنا في عدن ممكن كنا من الوزراء الذين تواجدوا في المراحل الأولى لا زالت القثث موجودة في خور مكسر وفي كريتار يكفينا أن نتواجدنا 45 يوم داخل محافظة عدن يكفي أن رئيس الوزراء الدكتور أحمد العبيد بن دغر أول ما تحررت المكالة ذهب إليها لدينا الاستعداد لأن نتواجد لساعة ومن ثم غادر إشكالية لم يغادر برغبة منه إشكالية موجودة لا زل في قلب معالي الوزر هل أنتم راضون عن ما قدمتمه من عمل إغاثي لليمنيين في الداخل أنا أقول وفقا لما أتيح لنا أنت علشان تقيم نجاح أي قائد إداري تقيمه وفقا لما أتيحت من فرصة ومن موارد بشرية هل أستغل لها أو لا نقيم ناقح أو فاشل وفقا لما أتيحت لنا من موارد ومن فرص أنا أقدر أقول راضي جزئيا عما تم لكن بما أطمح إليه ليس هناك رضاء معالي الوزير نحن الآن مقبلين على رمضان ماذا تبشر الجرحة ماذا تبشر الناس الذين يعطون عن القوط المروري في الداخل أنا أبشر كل الشعب اليمني بأن هناك برنامج إفطار الصائم وسل الغذائية ستصل للإثنين وعشرين المحافظة تم تبنيها من قبل ثلاث قهات إغاثية مركز الملك سلمان برنامج إغاثة متكاملة لشهر رمضان مالهلال الأحمال الإماراتي اللقنة العليا للإغاثة الكويتية نحن نعد للإثنين والعشرين المحافظة برنامج متكامل للرمضان مقسم من قسمها القسم الأول إفطار الصائم والقسم الثاني السلة الغذائية ستوزع على الأسر والنازحين الأكثر ضعفا كل ما أطلبه هو أن يتم إتاحة الفرصة لهذه القوافل والجمعية الخيرية أن تتحرك في المحافظات التي تسلط عليها ميليشي المسلحة شكرا جزيلا لك على إتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء الطيب أخذنا من وقتك ضغطنا عليك في هذا الوقت شكرا لسعاد صدرك وتقبلك لكل الأطروحات إن شاء الله نرى كل ما بشرت فيه وكل ما قلته أن يلمس اليمنين في الداخل وبشورة عاجلة وسريعة بإذن الله أنا أدعوكم بأن تكونوا عين رقابية على كل الأداء سواء لنا أو لأي منظمات أنا أرحب بالنقد النقد الإيقابي والبناء الذي يعزز من الإيقابيات وانقد السلبيات من خلالكم أقدم كل التقدير لطاقة مهارة بلقيس ووصلوا إلى هنا وتحملوا هذا العباء وهذا المعاناة كل الشك والتقدير لك أخي العزيز وإن شاء الله نلتقي في صنعاء قريبا بإذن الله شكرا جزيلا لك مع الوزير الإدارة المحلية الأستاذ عبد الرقيب سيف فتح رئيس لجنة الإغاثة على سعة صدرك وعلى إكرامنا بهذا اللقاء الخاص الطيب مشاهدين الكرام إذا نكون بهذا اللقاء الخاص قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة نلقاكم إن شاء الله في لقاء خاص جديد حتى الملتقى حفظكم الله والوطن تقبلوا خالص تحيانا طريق العمل في الإخراج الأستاذ عيسى إسماعيل كما أيضا للزميل وديعطة الذي شاركنا في الإعداد والشكر موصل لكم على حسن المتابعة نلقاكم إن شاء الله في لقاء خاص حتى الملتقى حفظكم الله والوطن السلام عليكم اشتركوا في القناة